على صفيح ساخن تعيش منطقة الشرق الأوسط أيامها بعد تصعود التوتر بين طهران وواشنطن في السيناريو يتأرجح حتى الآن بين حالة إنصاف الحروب أو الحروب الباردة التي اعتادت أمريكا استخدامها ونجحت بالفعل بتفكيك المعسكر السوفيتي المنافس الأكبر لها توتر تحول العراق بفعله إلى أهم ساحات الحرب بالوكالة بين الطرفين حيث جاء دور ميليشيات الحجد المدعومة من إيران للقيام بدور الفزاعة في مواجهة صياط العقوبات التي بدأت بالفعل تؤلم طهران على الجانب الرسمي في العراق يظهر جليا تخوف الحكومة من ردود أفعال الميليشيات التي أطلقت بالفعل صاروخا استهدف السفارة الأمريكية في بغداد وانبرت لجنة الدفاع النيابية للقول حينها إنه قد يكون أطلق لاستهداف مبنى الحكومة والبرلمان في ظل وجود خلافات سياسية بين الأطراف في العراق وهو تبرير تقول صحيفة واشنطن تدي الأمريكية إنه مقدمة لنزع فتيل الأزمة وإقناع الميليشيات بعدم افتعال ما يمكن أن يضر بالمصالح الأمريكية في العراق وهو ما حدث بالفعل عبر تغير خطاب قادتها وتبرئهم من أي عمل في هذا الإطار وتضيف الصحيفة أنه لا خشية من الميليشيات بعد الآن لأنها لن تخاطر بنسف وجودها بهذه السهولة وإن التوتر الحاصل مجرد قرع طبول للحرب ذاتها تصريحات قادة الميليشيات بالعراق يظهر جليا أنها بدأت تتواءم مع الخطاب الإيراني الذي بدأ يتجه للتفكير في كيفية حلحلة خيوط الأزمة مع واشنطن التي فتحت لها في عام 2003 أبواب العراق وقدمته لها على طبق من ذهب وتبقى القدور في منطقة الخليج العربي تغلي من أجل إيران لكن ليس من الواضح من سيسلق فيها حقا ذلك أن القدور التي غلت مرات عديدة من أجل إيران في الظاهر راح ضحيتها الأفغان والعراقيون والسوريون واليمنيون وكانت إيران الرابحة الأكبر على أن أمريكا بالمقابل كسبت الكثير فهل يخاطر ترام بذبح الدجاجة التي تبيض لأمريكا الذهب؟